فلسطين عبانا واتباع خيانا إلى الشارع من جديد رفضا لتطبيع نظام المخزن علاقاته مع الكيان الصهيوني عشية ذكره الأولى دعت الجبات المغربية لدعم فلسطين ومناهضة تطبيع المغاربة للتعبئة الشاملة والمشاركة القوية في مظاهر احتجاجية موحدة في الزمان بعدد من مدن المملكة الأربعاء المقبل تزامنا مع ما وصفته بالذكرى المشؤومة الأولى مرة السابقة شملت 27 مدينة الآن يريد منظم هذه التظاهر والقائمين عليها من حقوقيين وإعلاميين وطلاب وحتى في القطاعات الأخرى الخدمية يريدون أن تكون التظاهر أوسع بشكل كبير يوم وطني تضامني رابع مع فلسطين يرفع المنظمون فيه شعار معركتنا مستمرة حتى إسقاط اتفاقيته تطبيع والتعاون العسكري الخيانية فهل يتحمل نظام المغربي مسؤولياته اتجاه المجتمع؟ لا تجيب هيئة حقوقية مغربية ففي تقريره السنوي أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن النظام المغربي لا يتحمل مسؤوليته حيال المعضلات المتعددة التي يتخبط فيها المجتمع من فقر وتأزم لوضعية الفئات الضعيفة والهشة كما لا يحرك ساكنا أمام عجد العدالة على الحد من الأنشطة الإجرامية المتفاقمة بالمملكة الأمر سياني بالنسبة لشباب مغاربة محتجزين ببعض الدول يضيف التقرير إذ لم تكلف الخارجية المغربية نفسها عن البحث والتحقيق في وضعية هؤلاء المهاجرين السريين المحتجزين وإرجاعهم إلى وطنهم شكلت الانتفاضة الشعبية التي باتت تتوسع مصدر قلق كبير لنظام المخزن كما أنها عزلته سياسيا نذر انفجار اجتماعي بالمملكة يدعمه تقرير آخر لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو التي أشارت إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي في المغرب إلى مليون ونصف المليون شخص خلال السنة الماضية ترجمة نانسي قنقر